وإحنا بنكمل الكلام كده نرجع لكلام سيادة الرئيس وبعدين نكمل الكلام ده مهمة قوي وإحنا بنوري الناس ليه إحنا بنعمل كده دكتور مصطفى أنا بتكلم في الإعلام حتى إنه هو لو بيجي نقوله إدي منطقة المدابغ اللي كتبته يعني مش متصورين إحنا حنعمل فيها إيه لأن كتير من الأحيان ما إحنا بنجي نعمل بالنبج من ده يوم الناس يقولك إيه ده فيه مستثمر مش عارف هياخد المنطقة ويعملها حاجة لكن إحنا كدولة إحنا هدفنا نلقى نحسن حياة موطنين وعشان كده يمكن لو كان كان من الأفلام ده دكتور عاصم بالمنشآت بالشكل والواقع اللي كان موجود ثم فيلم صغير كده وانتوا بيتطرهول يعني في العرض بتاعكم بيتطريني الشكل الحي وده شكله ثم بيتطريني بنزيله ثم بيتطريني الشكل اللي إحنا وصلنا له فده الموطن يعرف إحنا بنعمل كده ليه؟ ليه إحنا بنخش ويمكن يكون هو بس إحنا ما بنجيش عليك إحنا ما بنجيش إيه؟ ما بنجيش عليه إحنا بنعواضك طيب خد بالك من الجملة الأخيرة اللي قالها فخمت الرئيس إحنا ما بنجيش عليه إحنا بنعواضهم أنا كل اللي أنا طلبه من حضرتك إنك ما تستسلمش أبداً لكلام فارغ وفاضي بيتقال أحياناً أو بيتقال كثيراً على بعض من صفحات التواصل الاجتماعي وللأسف لازال عندنا المسلك الغريب بتاع أن إحنا بنشير أو نتبنى وجهة النظر دون أن ندقق يعني يجي يقول لك إيه؟ يا عم ده بيهدوا البيوت و بترودوا الناس من شؤاقهم ومن سكانهم ومن بيوتهم يعني الناس دي تروح تقعد في الشارع الحقيقة هي ولا مرة حصلت ولا مرة بالمعنى الحرفي والكامل والدقيق لكلمة ولا مرة زيرو ما حصلش إن في حد تهدله بيت أو نزعت ملكيته علشان مشروع من المشروعات اللي بتخدم ملايين المواطنين وتقالوا روح اتكل على الله افترش العراء ما حصلش ده واحد اتنين يجي يقول لك ما أصل بيدلهم تعويضات بخسة كذب برضو كذب وكذب بالكلية التعويض بيتم تقديره تبقى لنفس الأسعار بتاعة نفس المنطقة في نفس ذات اليوم بتاع نزع الملكيت يعني أجي أقول لك النهاردة مثلا يا جماعة احنا ننزع ملكيت هذا العقار علشان خاطر احنا هنخلي هذا العقار وهنقوم بهدمه وخيرين أقول لك على حاجة متعلقة بهدمه دي وهنقوم بهدمه فوالله سعر المتر هنا إرش يبقى حضرتك هتاخد إرش ميت إرش يبقى برضو حضرتك هتاخد الميت إرش دي تعليمات مش هقولك توجياء تعليمات كانت أوامر من الرئيس حقه كرئيس دولة أن يأمر حقه كقائد سياسي للبلاد يأمر بحكم الدستور والقوانين واللواحة المنظمة لعمله كرئيس الجمهورية حقه أن يأمر بس أنا بس أعايز أقولك على حاجة ولا مرة الرئيس قال أنا أمرت قال أنا بس بوجه أنا بأكد طول الوقت ده لأنه لغة الرئيس كده لا فيها لا أمرا ولا نهيا حلو؟ طيب لغته كده حظنا الحلو أن عندنا رئيس بيتكلم كده طيب